إلى أرمينيا حيث قال مسؤولون أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ستون أخرون إثرى وقوع انفجار في مركز تجاري وصل عاصمة بريفيان ياريفيان يوم أمس ورجحت مصادر وقوع الانفجار بسبب اشتعال ألعاب نارية مخزنة بشكل غير صحيح وقالت السلطات المحلية إن خمسة وعشرين شخصا لا يزالون في عداد المفقودين وإنه ربما يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض وقد انهارت عدة مبان أو تضررت ونتجها عن الانفجار سحب كبير من الدخان غطت سماء المدينة وقد استقر الرماد والركام على السيارات